على هذا الجسد الذي أرهقته مصاعب الحياة اجتمعت أمراض كثيرة السرطان السكري الأعصاب ارتفاع الضغط المعدة وفقدان البصر وضعية صحية متدهورة أزمت حياته عم الطهر عندي كونسير في الدم عندي لنغواز عندي السكر عندي لقاس في كرشي دير عملية على الاستمر أنا مبعد من تحت حتى الهنال فوق وعيني يلا غالب عيني ينشوف كما قال 20% في عيني فان بورسا عين هذي مكاش قاع عندي هذي ليسا في عشرين فرمية نشوفها غير باشي نشوف طريق بيضة وهذا ما كان لا تنسيو والسكر هذو قاعدتك راني بيهم سم قولي الأمراض قريب اللي ما قولوا خلقها بيجات راهي عندي راني قاسي بيها عندي دواغلو كون ما نشرب شد وتعرق ما نرقوا تم بات قاعد تم بات كماراني هكذا أمراض كثيرة ومتبينة الخطورة يواجهها عم الطهر بثمانية ألاف دينار جزائري وهي منحة التقاعد التي يتقاضاها ليجد نفسه مجبراً على تقسيمها بين مصاريف العيش وتكليف العلاج وهي المهمة المستحيلة ثمانمائة ألاف دينار وثلاثة ووش ندير بيها الحموال ديك الجيل العجوز الجيلية الجيل شمه وحليب وخمز متكفينيش لياناك ليانا والله متكفيني عندي ما صاري بزفت على الأدويان تاع الشي هذا حبيتنا بس ندير عملية العينية نبهن ولينا نروح نقضي نخدم كش ما نخدم نعاون كش ما نعاون نقدر نمسيكين ناس في الطريق مقتنع بالمرض انت عربي ليعطاه لير أنا مقتنع به الحمد لله يا ربي بصعوبة بالغة يخطو هذا الشيخ السبعيني خطوته وهو يحاول التعايش مع وضعيته الصعبة راتب لا يكفي حتى لأيام قليلة أمراض كثيرة وعين غير بصيرة